اشتركوا في القناة على سبعة اسئلة مقدمة من اعضاء المجلس وعقب الجلسة ادلى سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الامين العام لمجلس النواب بند الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة ثم انتقلت الى وقاع الجلسة لمناقشة بند الاقتراحات بقانون وطرح المجلس خلاله تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية قرر المجلس الموافق على الاقتراح بقانون وتم تحالته الى الحكومة بالاضافة الى الاقتراح بقانون بشأن اعفاء محدد الدخل من الضرائب وقرر المجلس الموافق على الاقتراح بقانون وتم تحالته الى الحكومة بالاضافة لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية وقرر المجلس الموافق على الاقتراح بقانون وتم تحالته الى الحكومة يهدف هذا المقترح بإدراج الاتحادات العمالية والرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية لأنها حاليا لا تخضع بالرقم من أنها تحصل على جزء كبير من ميزانيتها من الدولة من المال العام المادة أربعة من قانون ديوان الرقابة المالية تنص على خضوع جميع الجهات التي تستلم ميزانيتها من المال العام لرقابة ديوان الرقابة المالية والرقابة على أوجه استخدام هذا المال لذلك نحن نهدف في هذا المقترح بقانون على إدراج الاتحادات الرياضية والاتحادات العمالية لرقابة ديوان الرقابة المالية ترجمة نانسي قنقر